كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تفاصيل اعتراض دوريات أمن السواحل والحدود القطرية زورقين تابعين لخفر سواحل مملكة البحرين واحتجازهما وتهديدهما باستخدام السلاح الأربعاء الماضي وقالت الداخلية البحرينية في بيانها إن ثلاثة دوريات قطرية احتجزت زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني أثناء عودتهما من تمرين المانع البحري ومنعتهما من الاتصال بغرفة العمليات مشيرة إلى أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية وفقا للأعراف الدولية واستنكرت الداخلية البحرينية الممارسات القطرية التي اعتادت القيامة بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة واشددت على رفضها ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم